طيب اللي وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين من المواقع المحلية مليونان ونصف مليون ريال مقابل نبارة حديدية صنعها طفل نازح في مارب موقع نيويورك تايمز صحيفة أمريكية عدد منها استهدفت صالة عزاء ثلاثة مليارات دولار قيمة قنابل أمريكية استخدمت في حرب اليمن ومن الأخبار المنوعة أقمار صناعية للتحذير من الهجمات الصاروخية أهلا بكم اعتمدت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اعتمدت البروتوكول الخاص بتنظيم إعادة العالقين اليمنيين في الخارج وفق الضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية المتوافقة أو المتوافقة مع المعايير الدولية في هذا الجانب ويعنون موقع المصدر أونلاين لجنة الطوارئ تعتمد بروتوكول تنظيم إعادة العالقين اليمنيين في الخارج ويتضمن البروتوكول المعتمد المعايير الخاصة بإعادة العالقين وطرق والنظام إعادتهم من خلال اللجنة بالتنسيق مع السفارات اليمنية وسلطات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كما يتضمن البروتوكول ضوابة استقبال العالقين والتأكد من سلامتهم إما عبر الفحص بجهاز البي سي آر لدى السلطات الصحية في الدول القادمين منها أو إخضاعهم للحجر المنزلي وفقاً للموقع فإن العالقين هم الذين ذهبوا للخارج بشكل عارض ومؤقت للعلاج أو السياحة أو مهمات عمل ووجدوا أنفسهم عالقين بعد انتهاء الغرض الذي ذهبوا من أجلها بعد نحو 27 ساعة من عرضها للبيع في مزاد علني إلكتروني وصل ثعر نظارة طفل يمني نازح بمحافظة مألب إلى 2.5 مليون ريال يمني وعنون موقع عدن الغد نظارة حديدية صنعها طفل يمني نازح بيديه تباع بأكثر من مليوني ريال في مزاد إلكتروني وقال الموقع أن النظارة المعروضة للبيع ليست سوى نظارة بسيطة من الحديد العادي صنعها محمد وهو طفل نازح حالياً مع أسرته بمحافظة مأرب بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 5 سنوات جاءت فكرة المزاد الإلكتروني عبر المصور الصحفي عبدالله الجرهادي الذي أعلن مساء الاثنين عن عرض نظارة الطفل النازح للبيع في المزاد العنني من أجل مساعدته وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر القادم وختب الجرهادي في حسابه بالفيسبوك الطفل محمد نازح بسبب الحرب تقيناه اليوم وأهدان أغلى ما يفخر به أمام أصدقائه وهي النظارة التي صنعها بيديه مقابل أن نصورها وقال الجرهادي عبر منشوره أن فكرة عرض هذه النظارة للبيع في المزاد الهدف منها مساعدة الطفل واثنين من أصدقائه في شراء كسوة العيد بالقيمة التي سيحصل عليها من المزاد ولقيت هذه المبادرة تفاعل كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تداول صورة الطفل على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وليلة أمس فاجأ الصحفي الجرهادي متصفحيها الفيسبوك بإعلانه أن سعر النظارة في المزاد وصل إلى اثنين مليون ونصف مليون ريال يمني قرابة أربعة ألاف دولار من غير التبرعات الشخصية في الذكرى الثلاثين للوحدة تحت هذا العلوان كتب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله الذي تنشر بالقيس مقتطفات منها ونحن نستقبل الذكرى الثلاثين لتحقيق وحدة الوطن حيث تمزق الإنقلابات والحروب والتطورات بلدنا في عنف دموي شديد يكمل المشهد ويضفي عليه درجة عليا من البؤس لكنني أرى أنه من رحم المعاناة والألم ألم الحروب والدماء والدمار وألم المرض والحزن والموت يتولد الأمل في بقاء اليمن موحداً دولة اتحادية وجمهورية تحمل بصالح والحقوق الأرض والإنسان فتلك قضية يراها شعبنا اليمني أمراً يرقى إلى معنى الوجود ذاته في الحاضر أو في المستقبل سيتوقف نجاحنا على موقفنا من هذه القضية إنني أرجو أن نخرج من عنق الزجاجة قريباً دون أن نخسر أنفسنا كيمن ومجتمع وهوية واحدة وإن بدت للبعض مهمة مستحيلة وبعيدة المنال لا شك أن هناك أسباباً وعوامل صنعت هذه المأساة واستدعت كل هذا البؤس المعجون بدماء اليمنيين كما وتثير القلق والخوف الشديد لكن من العقل والمنطق ومصلحة اليمن أن نترك الحديث عنها اليوم ويكفي أن نستمر في توحيد كلمتنا على رفض تقسيم اليمن وأن نبقى على مطلبنا في استعادة الدولة وأن نصرخ ونقاوم ونتمترس في موقف واحد يرفض التقسيم أو ما يؤدي إلى التقسيم ولا نقبله ففيه إذلال لهذا الشعب العظيم وإهدار لمصالحه العليا واحتقار للأمة يكفي أن تجمعنا الوحدة في صغتها الاتحادية الجديدة فلا نرضى بغير وطن موحد كيفما كانت نتيجة هذه الحرب أو الحروب نعم يكفي أن نرفض التقسيم اليوم وغدا ونرفضه أبدا فذلك يعني أننا نرفض الاستسلام والخضوع للأمر الواقع فما بعد سقوط الجمهورية والوحدة سوى بؤس وألم أشد وأنكى هناك طريق واحد لنستعيد حقنا في البقاء شعبا ومجتمعا وهوية ودولة واحدة وهو أن نرفض التقسيم وفي خضم رفضنا للتقسيم نفكر مليا في خيار البقاء في دولة اتحادية هي مشروعنا جميعا معظمنا ساهم في صياغته بقاء اليمن موحدا كفيل بتصيغ الإختلالات كلها بما فيها تلك التي قد تورثنا إياها هذه الحروب وهذه الأزمة بالإصرار والطموح والاجتهاد بدأت الفنانة التشكيلية سبى محمد جلاس الرسمة منذ نعمة أظافرها وقبل التحاقها بالمدرسة وفي زمن كورونا لم تتوقف بل وجدتها فرصة للإبداع وفقا لموقع المشاهد نت فنانة تشكيلية تحول الحجر الصحي إلى لوحات فنية على الرغم من أن سبى لم تكن تجيد الرسم إلا أن رغبتها وحبها له منحها الأمل في الاستمرار حتى وصلت إلى مستوى الاحترافية بعد محاولات عديدة الفنانة سبى الحاصلة على باكلاريوس أدب فرنسي من جامعة صنعاء اتخذت من فرشات الرسم صديقة لا تنفصل عنها تجد راحة في البقاء معها وتقضي أوقاتها مفرغة أحلامها وأفكارها باللوحات الورقية منذ أن بدأت جائحة كورونا تنتشر وتصل إلى اليمن وبدأ الحجر المنزلي الاختياري أطلقت سبى عدد لوحات فنية تختلف عناصرها وأدواتها بين الرسومات على اللوحات الورقية وعلى جدران منزلها فهي لم تتوقف عن الرسم حتى في أصعب الأوقات وقال الموقع أن سبى رسمت في الحجر لوحة لشخصين يرتديان كممات وهي عبارة عن طبيب يحمل هم إيجاد العلاج ومواجهات هذه الجائحة كرمز للجيش الأبيض والفتاة تصلي لأجلهم تقول الفنانة عندما عرفت بموضوع الحجر الصحي تذكرت أنه سيكون لدي وقت أكثر وفرصة للرسم دائما هناك نصف كوب ملآن ففكرت من بداية الحجر أن أزيد ساعات العمل في مرسمي وتضيف بعد انتهاء الجائحة سنقوم بعمل معرض يجمع الكمامات المرسومة ولكن للأسف لم أجد تفاعلا لإكمال التحدي الارتفاع القياسي في عدد الوفيات اليومية مع انتشار فيروس كورونا الجديد بالإضافة إلى الأوضاع السيئة في محافظة عدن جنوبية اليمن كل ذلك يدفع الناس إلى النزوح إلى المحافظات النائية والريف يومية وبعداد كبيرة وتعنون العرب الجديد نزوح صحي من عدن وتشير مصادر محلية وحقوقية إلى أن عمليات النزوح الجماعي للعائلات من مدينة عدن خصوصا زادت حدتها في الأيام الأخيرة وذلك باتجاه الأرياف والمناطق الجبلية في المحافظات المجاورة يقول عبد الناصر عبد الله قادرت عدن مع أفراد أسرتي نزوحا ولم أفكر إذا ما كنت سأحصل على مأوى لأسرتي خارج عدن أم لا بقدر ما يهمني أو ما يهمني أن أعيد الطمأنين لأطفالي وزوجتي وأبعد الخوف عنهم وتفيد الصحيفة أن من أسباب مغادرة عدن هو فشل وكلاء الإمارات في المجلس الانتقال الجنوبي في اتخاذ أي إجراءات لمنع تزايد انتشار الأوبية التي يتزايد عدد الوفيات بسببها كذلك أدى نهب الأموال من قبل المجلس الانتقالي إلى انقطاع رواتب الموظفين المدنيين مما عقد من حياة الناس عدن في مواجهة الأوبية رئيس الجمهورية تونسية الأسبق محمد المنصف المرزوقي يكتب عن حملة الأقلام المأجورة الموجهة ضد الحائزة على جائزة نوبي للسلام توكو الكرمان وقال المرزوقي الأخت توكو الكرمان تتعرض هذه الأيام لحملة مسعورة من بعض الأقلام المأجورة من النظام السعودي الشيء من مؤتاه لا يستغرب لكن على ماذا يقدر من ليس لهم قيمة على من لهم قيم كل تضامن مع توكو الكرمان المرأة العربية التي شرفتنا بأول نوب نسائي عربي وكل المحبة وتضامن مع الشعب اليمني المناضل الشهم الشجاع رحم الله كل شهداء اليمن العزيز الذين قتلهم الجوع الذين قتلتهم الأوبئة الذين قتلتهم حروب الوكالة الغاشمة الذين تناساهم العالم عاش هذا الشعب الذي لقنا منذ فجر التاريخ دروسا لا تنسى لكل من حاولوا التسلط عليه هذا الشعب الذي شارك في ملحمة الربيع العربي ودفع هو الآخر غاليا تمنى الحرية والكرامة هذا الشعب الذي تكسرت على عظامه الصلبة أسنان بن سلمان وبن زايد ولا بد للليل أن ينجلي نواصل نشر مختطفات من تقرير خاص نشرته صحيفة نيويورك تايمزا الأمريكية وترجم لصالح خناة بلقيس يتحدث عن الأسلحة التي تستخدم في الحرب باليمن وجاء عنوان الحلقة الثانية من التقرير تحول بقيمة خمسة بليارات دولار أمريكي ويدور التقرير حول شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية راثيون وهي أبرز شركة في تصنيع أسلحة لصالح السعودية وقالت الصحيفة منذ بدأت حرب اليمن باعت راثيون ما لا يقل عن عشر صفقات كبيرة للمملكة وشركائها بأكثر من خمسة مليارات دولار وهو ما رفع حضوض الشركة وتمكينها من الاستمرار في عملية الاندماج مع شركة دفاع كبرى شركة يونيتد تيكلونيجز والتي تمت في إبريل وقد أنجزت بعض الصفقات المتعلقة بالسنع الدفاعية من خلال عملية موافقة حكومية فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الهجومية لكن أكثر من 120 ألف قنبلة دقيقة وأجزاء من القنابل التي كانت السعودية تستقديمها في اليمن قد واجهت عقبات كبيرة وبسبب تلك القنابل التي بيعت في صفقة وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار بدأت متاعب الشركة عندما استهدفت طائرات التحالف السعودية في الثامن من أكتوبر من عام 2016 قاعت عزاء في العاصمة اليمنية بشكل متكرر وقالت الصحيفة أن القنبلة الأولى حطمت المبنى فقتلت البعض مباشرة وجعلت الآخرين يتدافعون هربا من الأنقاض المحترقة وسقطت الثانية حينما تدفق الناس لمساعدة الناجين بينما سقطت الثالثة حينما كان المصابون والمتوفون الجدد متكومين بين الخشب المشقق والخرسان المفجرة كانت هذه واحدة من 12 هجمة على المدنيين التي ربطها عاملوا حقوق الإنسان بدخائر الشركة خلال العامين الأولين من الحرب وعندما سئل هاريس الثاني نأب رئيس شركة راثيون عام 2017 عما إذا كان الجرحى والقتل المدنيون قد استوقفوه رد على سؤال قناة CNBC بأنهم لم يفعلوا مبررا لأننا نقوم بعمل شاق في التأكد من أن البلدان التي تستخدم نظامنا تحصل على أفضل التدريب والقدر على استخدام النظام بأسلوب ملائم هكذا ينظر إلينا العالم تحت هذا العنوان كتب سفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مضيفا لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع ونحن نتابع توجيهات وزارة الخارجية وبيان وزارة الصحة بشأن الأوبئة القاتلة التي تنتشر في مدن اليمن وخاصة عدن وصنعاء انتشارا خطيرا ومواد الدعم المطلوبة ولا نجد غير استجابات معبرة عن القلق الإنساني سواء من المنظمات أو الدول والواقع أننا لا يمكن أن نعزو ذلك إلى الأوضاح الكارثية التي تعيشها هذه البلدان ربما يكون ذلك عاملا من العوامل لكن الحقيقة التي يناقشها معنا مسؤول هذه المنظمات وغيرهم من المسؤولين الرسميين بعيدا عن الإعلام هي أن لا تتوقع استجابة من الآخرين تفوق استجابة اليمنيين أنفسهم لوقع الكارثة في بلدهم يقولون على اليمنيين أولا أن يثبتوا للعالم قلقهم الحقيقي مما يتعرض له بلدهم من كارثة الوباء بمواقف عملية وستكون تلك رسالة كافية ومضمونة للعالم بأهمية الدعم وما يمثله من قيمة لمواجهة كارثة الوباء هكذا ينظر إلينا العالم وهكذا يخاطبنا في وضع تتدخل فيه عناصر الكارثة من كل لون على نحو لم يعودوا يرغبون فيه في التفريق بين حاجات السياسة والحاجات الإنسانية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها وقعت عقدا مع شركة أمريكية لصنع أقمار الصناعية تكون مهمتها التحذير من الهجمات الصاروقية وعننا موقع روسيا اليوم أقمار صناعية للتحذير من هجمات صاروقية ويفيد موقع البنتاجون أن قيمة العقد الموقع مع شركة نورث جروب جرومان لإنتاج الأقمار الصناعية من الجيل الجديد هي ملياران وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون دولار والهدف من إنتاج ونشر هذه الأقمار هو للتحذير من اقتراب الصواريخ المعادية وفقا للعقد ستنتج شركة نورث جروب جرومان قمرين صناعيين يعملان في المدارات القطبية ضمن إطار برنامج الجيل التالي من الأشعة تحت الحمراء الثابتة وعلى شركة تنفيذ بنود العقد بحلول ديسمبر عام الفين وخمسة وعشرين في الولايات المتحدة اكتشف صاحب مطعم بيتزا اكتشف بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن تطبيق التوصيل دورداش يبيع الطعام الذي يعده مطعمه بسعر أرخص مما يبيعه المطعم بينما لا يزال التطبيق يدفع لمطعمه السعر الكامل للطلبات فمثلا يبيعه التطبيق البيتزا التي وضع لها المطعم سعرا يبلغ اربعة وعشرين دولارا مقابل ستة عشر دولارا فقط بينما يدفع التطبيق للمطعم اربعة وعشرين دولارا كاملة ووجد صاحب المطعم لاحقا أن ذلك كان جزءا من تجربة لقياس حجم طلبات العملاء وفي محاولة منه لجني مال أكثر صاحب المطعم قام بشراء عشرة طلبات من البيتزا من خلال التطبيق ودفع ثمنهم مائة وستين دولارا ثم باعها إلى أحد أصدقائه بسعر المطعم مائتين وأربعين دولارا وقام التطبيق بتجربة الخصومات وعدم فرض أي رسوم على أي شخص لزيادة الطلبات حتى يتمكن من الذهاب ببيانات جيدة وإيجابية عن حجم الطلبات إلى المطعم حتى يوافق صاحب المطعم أو الأخير على تسجيل نفسه في هذا التطبيق صحيفة الجاردينة بريطانية نشرت صورا غالب عليها طابع فيروس كورونا نتابع معكم جزءا من هذه الصور ترجمة نانسي قنقر عدد من رسوم الكاريكاتوري التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء